أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أنرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن أرادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم